بس فيه فيه لو اليوم أنا عملت حاجة وفيه واحد تاني عمل حاجة وفيه واحد تالت عمل حاجة أتوقع اليوم أوشي أبغي مسي على أستاذنا الكبيو أستاذ هاني شاكر اليوم في مجاله كمان أنا أتوقع أنه حيعمل حاجات كتيرة لأنه أنا الراجل ده أنا بعرفه وبعرف أديه قلبه كبير بعرف أديه هو ممكن يعمل حاجة مش بس للفن أنا عارف أنه ممكن يمزج الفن بحاجة تانية فإن شاء الله إن شاء الله نقدر يعني نعمل للأطفال دي حاجة يعني نفتخر فيها في يوم اليوم أنه احنا عملنا حاجة كده طب يعني المشروع اللي بيتبنى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بيقول أنا عاوز أعيد الحفلات تاني في مصر اللي يغني فيها كل المطربين العرب الكبار أنا أطالبه أنه يكون كمان في الصوت الضوء الصوت الضوء في الهرم أيوة يا ليت يعني عايز تعملي حفلة دي أمنية حياتي من الأماني اللي بحب أني حب أعملها أنه أعمل حفلة هناك طيب يا أستاذ هاني اسمع هونتا بتقول أنا عاوز أعمل الحفلات أو نعملها كمان وتكون ريحة كمان لأطفال مصر يكون كمان ريحة لأطفال مصر ريحة على أطفال مصر يعني هنا حمزج الحضارة بالفن بالعمل الإنساني والاجتماعي هو المفروض كده في الصوت والضوء في الهرم المفروض كده يصير المفروض كده إحنا نعمل الله يعني حفلة الحقيقة وإحنا نستعيد تاني